بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كانت زيارتنا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حقيقة ضمن الزيارات المهمة بالتأكيد هذا الملف هو من ضمن أولويات الحكومة وأنا ذكرت في الاجتماع مع ملاكات القيادية للوزارة أن الأولويات الخمسة كلها تقع ضمن اهتمام وواجبات ومهام عمل هذه الوزارة لله الحمد نستطيع القول أننا أنجزنا الشيء الكثير وبالأرقام ولأول مرة يعني على مستوى تطبيق قانون الحماية الاجتماعية شهدت الأعداد الزيادة لأول مرة نصل إلى 2 مليون ومية وواحد وخمسين ألف وخمسمية وواحد وخمسين بين فرد وأسرة شملوا بالإعانة النقدية هذا الرقم لأول مرة تحصل هذه الزيادة في تاريخ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نتيجة أننا وضعنا تخفيف نسب الفقر كأولوية للحكومة وهذه الحكومة أعطت التخصيصات المالية والدعم الكامل التي تمكنت فيه الوزارة من القيام بأوسع عملية بحث اجتماعي تجاوزت الـ 2 مليون وأيضا قامت من خلال هذا البحث والتدقيق بفرز بحدود 190 ألف متجاوز وبالتالي حققنا الهدف المهم وهو الوصول إلى الفئات المستحقة هذا هو الاستهداف الدقيق للمشولين بشبكة الحماية الاجتماعية اليوم سوف تطلق الوجبة أو الإعانة النقدية لهذا الشهر شهر 12 بلغت المبالغ المخصصة 467 مليار دينار و 847 مليون هذا الرقم أيضا يحصل لأول مرة أن تكون الوجبة الشهرية بهذا الرقم نتيجة التوسع بالشمول في هذه الوجبة لدينا بحدود 153 ألف و 170 أسرة جديدة سوف تستلم إعانة النقدية بعد إكمال متطلبات صرف البطاقة الكي كارت هذا الدعم سوف يستمر للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لأننا وضعنا أولوية ونحن نتابع من خلال المسوحات وزارة التخطيط من المؤمل أن تنخفض نسبة الفقر نتيجة المعالجات التي قامت بها الحكومة على أكثر من بردامج بدءا من الحماية الاجتماعية طبعا عدد المشمولين الحكومة وضعت في البردامج الحكومي هدف أن نصل إلى 600 ألف وهذا ما تحقق ولله الحمد مع وصول أيضا شمول 300 ألف من تخصيصات الأمن الغذائي تم ترحيلها من 2022 إلى 2023 فيبلغ العدد الكلي الذي تم شموله خلال هذا العام من عمر الحكومة هو 900 ألف أسرة مستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية إجراءات البحث سوف تستمر لفرز غير المستحقين واسترداد الأموال منهم وبنفس الوقت أيضا فتح باب الاعتراضات وفق القانون الذي أجاز للمعترض أن يقدم اعتراضه إلى لجنة مختصة أيضا تخصيصات المتعلقة بالخدمات المشروطة خدمات التعليم والصحة بدأت الوزارة بفرز العداد المستحقة من التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل الدراسية للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وأيضا سوف تطلق لثلاثة أشهر وفق التخصيصات المرصودة الجانب الآخر والمهم الذي أكدنا عليه في الاجتماع نأمل أن يكون أيضا محط اهتمام كل وسائل الإعلام أن هذه الوزارة هي واحدة من أهم الوزارات المعنية بالوضع الاقتصادي والتنموي للبلد هي ليست وزارة مقتصة بملف الحماية الاجتماعية فقط رغم أهميته واهتمام الحكومة وأولوية هذا الجانب لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي تمثل ركيزة أساسية في إصلاح الوضع الاقتصادي وهنا نرجع للأولويات الخمسة للحكومة التي أكدنا عليها في بداية حديثنا أن إصلاح الاقتصاد أيضا يمر من خلال هذه الوزارة من خلال تنظيم قوانين العمل للعاملين بالقطاع الخاص نحن نواجه مشكلة مشكلة كيف نوفر فرص العمل بالتأكيد لا تستطيع الدولة أن توظف كل الخريجين والباحثين عن العمل ورغم أننا بدأنا بتثبيت العقود وتنفيذ القوانين المتعلقة بالخريجين الأوائل والشهادات العليا لكن على صعيد التخصيصات المالية والموازنة وحجم الوظائف لا يمكن للدولة أن تستوعب هذا العدد الهائل إذن لا بد من دعم القطاع الخاص ليكون قطاع مساند للحكومة في توليد فرص العمل وهذا لا يتم إلا من خلال تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الخاص قانون 18 لسنة 23 واحد من أهم القوانين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هذا القانون بعد إقراره وإكمال التعليمات والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق اليوم سوف يحدث فرق كبير على مستوى تحسين الراتب التقاعدي للمضمونين والبالغ عددهم 19 ألف هذا رقم جدا قليل مما يعني أن هناك نسبة كبيرة من العاملين هم خارج مضلة الضمان الاجتماعي وهذا ما نحتاجه في توعية وتثقيف العاملين في أهمية دخولهم ضمن منصة أو مضلة الحماية الضمان الاجتماعي والاستفادة من مزايا هذا القانون فيه تعديل للراتب حيث سيشهد هذا الشهر صرف الراتب التقاعدي للمضمونين البالغ عددهم 19 ألف رح يكون راتبهم بحد الأدنى 500 ألف دينار مع معالجة باقي الفئات أيضا القطاع المنظم وغير المنظم شهد تعديلات مهمة سوف يستفيد منها المشمولين كذلك وفرت الحماية القانونية للعامل الذي يصاب أثناء العمل وتكفل دائرة التقاعد بحقوقه بغض النظر عن صاحب العمل والاهتمام بالطمان الصحي فيه مواد مهمة ولأول مرة تتعلق بالمرأة العاملة وضمان حقوقها وكذلك سوف تكون هناك إجراءات إلكترونية في عمل الدائرة لتسهيل دفع الاشتراكات وإنسيابية معالجة المضمونين هذه الملفات هي كلها ملفات تتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية جوانب كثيرة أخرى تتعلق بالتدريب والتشغيل وتأهيل الباحثين عن العمل وتمكينهم من دخول والمنافسة في سوق العمل فضلا عن الصحة والسلامة المهنية المطلوبة وفق المعايير والاتفاقيات الدولية اليوم الزيارة ولقاءنا مع الملاكات المتقدمة هو من باب الدعم وأيضا حفظ الجميع على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ هذه البرامج والسياسات والقوانين التي تكفل تقديم الخدمة للفئات المشمولة بالرعاية عمل هذه الوزارة شكرا جزيلا